ونتحول الآن إلى الزميل سمير عمر من القاهرة وحصاد أهم الأحداث في مصر خلال عام 2014 وأبرزها محاكمة القرن سمير إليك شكرا شانتاد اعتبر صدور الحكم ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخلياته وستة من كبار قيادات الشرطة فيما عرف بمحاكمة القرن اعتبر من بين الأحداث الأكثر إثارة الجدل في مصر خلال عام 2014 ففي حين اعتبر مؤيد مبارك الحكم بمثابة رد اعتبار له اعتبر المنتمون لثورة يناير أن الحكم عودة للنظام مبارك ورموزه حكمت المحكمة حضورية محمد حسني السيد مبارك بعدم جواز نظر الدعوة الجنائية المحكمة قالت أنها استردت إلى ثغرات قانونية في إصدار الحكم ببراءة مبارك من تهم الفساد والتحريد على قط المتظاهرين المحكمة أشارت في أسبابها إلى أن التزامها بتطبيق لصوص القانون الجنائي فقط حال بينها وبين إدانة مبارك سياسيا جراء الكثير من التجاوزات التي وقعت طوال سيني حكمه ما دفع المصريين إلى الإطاحة بنظامه في فعاليات ثورة يناير في مشكلة أساسية الناس غايبة عنها أن ثورة 25 يناير التي قامت لم نكن لها قيادة وأن ثورة 25 يناير التي قامت لم نبقتش في السلطة يعني لم تصل القيادة لأنه ما كانش في قيادة للسلطة عشان تقدر تحكم مصار الطريق اللي إحنا عايزين كثوريين وإنما سلمت الأمر للمجلس العسكري ردود الأفعال حيال أحكام البراءة في قضية القرن تباينت داخل الأوساط السياسية ففي حين اعتبر مؤيد مبارك حكم البراءة بمثابة رد اعتبار له أبدت بعض القوى السياسية تخوفات من اعتبار هذه الأحكام بمثابة إعادة بعث لنظام مبارك ورموز حكمه في الوقت ذاتي قالت رموز قوى سياسية أخرى أن أحكام البراءة كانت متوقعة لخلو الأوراق من أدلة الإدانة الحكم لما صدر كان متوقع في معظمه اللي كان ضد الحكم هو من تعامل معه بالعاطفة من تعامل مع القضية بالعاطفة هو اللي يعني عمل جدل بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد كانت محكمة مغيرة قد أدانت مبارك ووزير داخلياته في منتصف عام 2013 بعد أن وجهت لهما تهمة عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع وقاع قتل وإصابة المتظاهرين ولكن محكمة النقد قضت بإعادة المحاكمة وتدولت القضية أمام المحكمة الجديدة التي قضت ببراتهما مما دعا النيابة إلى الطعن بالنقد على الحكم الجدل القانوني حول إدانة الرئيس الأسبق مبارك سوف يحسم هنا داخل هذا المبنى حيث تتولى محكمة النقد النظر بطعن النيابة العامة على البراءة وإذا ما رأت المحكمة ما يوجب إعادة المحاكمة سوف تقوم هي بالمهمة وتصدر حكما نهائيا سيكون بمثابة إغلاق لملف القضية تماما أما الجدل حول مدى تأثيرات الحكم بالبراءة على مجريات الأمور السياسية في مصر فسيظل قائما إلى حين محمد صلاح الزهار سكاينيوز عربية القاهرة وينضم إلينا في الستوديو المحامي بالنقد والخبير الحقوقي وعض مجلس نقابة المحامين السيد صلاح سليمان أهلا بك في سكاينيوز عربية سيد صلاح في 2013 مبارك مدان في 2014 مبارك بريء في 2015 وفقا للقانون برأيك كيف يمكن أن يكون الحكم على حسن مبارك طبعا ده وفقا للقانون ما ينفعش أقول إيه ممكن يكون الحكم لكن وفقا للقانون سوف تنزل محكمة النقد مدى صحة الحكم من حيث القانون مش من حيث الوقائع وإذا رأت أن الحكم يستحق النقد فهي تنقض وتتحول مباشرة إلى محكمة موضوع لتنزل وتحقق في الموضوع بذاته وتصدر فيه حكما نهائيا وبتا وحال صدور الحكم في محكمة النقد وهي أعلى محكمة مصرية وهي أيضا من المحاكم المشهود ديها بالكفاءة ومن سنة 1930 محكمة النقد المصرية موجودة وهي من تقريبا من أربع أو خمس يعني ترتيبها الخامس أو السادس في العالم من حيث الضمانات هتنظر في الأمر ويكون حكمها باتا ونهائيا ويغلق هذه الصفحة لكن إذن يا صديقي عايزة صحح معلومة أن الحكم لم يبرق مبارك وهذا خطأ شائع الحكم لم يستطع أن يدي مبارك هو كان بيتهم بثلاث لكن القاضي نطق فلان 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 برأة ولكن برأة تأسيسا على ماذا أولا الحكم في شق قتل المتظاهرين تحدث أنه لم يستطع أن يدي مبارك لأنه قد سبق صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لقامة الدعوة أمرا ضمني يعني أن مبارك اتهم من بعض زوية المتظاهرين بأنه هو وحبيب العدل ومساعده مسؤولون عن مقتل المتظاهرين ولكن رأت النيابة العامة في ذلك الوقت بعد التحقيق الذي لم تستطيع لأنه لازم نعرف بردو كويس أو المشاهدين يعرفوا ده أن من أدوات النيابة العامة خيام الجهاز الشرطة بجمع الأدلة وتقديم التحريات اللازمة وتنفيذ ما تره النيابة العامة من إجراءات وتحريات لوضع الفعل في مكانه الإجرامي دعنا نضع عنوان أنت ترى أنه لم يبر ولكن المحكمة وفقا للتحريات للمباحث ووفقا للتحقيقات النيابة لم تتمكن من إدانات من إدانات وهذا ما نطق به القاضي أنه لم يستطيع نذهب إلى هذا الملف القاضي عندما أصدر الحكم بالبراءة قال أن تضمن نص الحكمي توصيات فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية وفيما يتعلق بتعويض ضحايا ثورة الخامس والعشرين من يناير هنا ننتقل من القانون إلى السياسة هل برأيك أن الإدارة الحالية للبلاد جادة في تنفيذ ما ورد في هذا الحكم خاصة فيما يتعلق بالتعديل التشريعي وما يتعلق أيضا بالتوجه نحو تعويض ضحايا ثورة يناير وبعدها الإدارة المصرية بالفعل قامت بتعديل تشريعي في الجزء المتعلق بعدم بتقادم الدعوة الجنائية للموظف العام في جريمة الرشوة وقالت إن الجريمة بتسقط بموضوع المدة يبدأ التقادم بعد خروجه من الوظيفة العامة وهذا الأمر دا ما يكون موجود وده غل ياد القاضي لأنه كان مرة على الجريمة تحصله على الفلتين من عشر من الشيخ أكثر من عشر سنوات وهي مدة التقادم التي نص عليها القانون ففعلا هي كانت جدة في هذا الأمر الأمر الآخر وهو التعويض المصابين والضحايا أعتقد دا جزء مهم جدا من دور الدولة ولكن إحنا أمام إشكالية حقيقية في تعريف من هو مصاب الصورة أو من هو شهيد الصورة بمعنى أن يقينا وأنا هتكلم قانون وليس هتكلم سياسة أن اللي كان اللي سقطوا من قتل أمام أقسام ومراكز الشرطة حال مهجمتها لا نستطيع أبدا أن نتعامل معهم بوصفهم يعني أذكرك أنتم بقوة سياسية وحقوقية يعني استشطتم غضبا واخدتم حربا ضد الإخوان عندما لمسوا هذا الملف عندما قالوا أنه ليس كل من قتل في 25 يناير كان شهيدا أنت الآن تقول كلام احتاجت عليه من قبل لا هنا في فرق بين اللي صار على الخلاف كان مع حكومة الإخوان أنها كانت بتتكلم كانت بترغف في إخراج العديد من الشهداء والمصابين من شباب الصورة اللي فعلا كانوا موجودين في أماكن يعني كانوا بيتكلموا مثلا أحداث محمد محمود أحداث مجلس الوزراء كانوا بيتعاملوا مع ده لأ هنا الأمر مختلف فعلا قانونا التعدي على منشأة حكومية يعني أنا عايز أفهم الصور أو يعني من ذهب إلى أقسام ومراكز الشرطة حتى بعد ظهور أدلة جديدة في حكم واضي النطرون كان باين جدا أننا رايح عند اسم الشرطة ده مش سائر السائر كان في الميادين الحرية ميادين التحرير المختلفة أنا رايح الاسم عشان أعمل إيه؟ رايح عند السجون أهرب هنا عنوانا وهو أنك تقصد أنه قبل أن يتم تعويض ضحايا ثورة يناير نحدد من هو المصاب الثائر والشهيد الثائر أو القتيل الثائر ده مهم جدا تماما حفاظا على هذه الثورة العظيمة التي يرنوا إليها العالم جميعا وعلى تنقيتها من كل ما فيها يعني يا صديقي لك أنت تعلم أن في 19 جسة قاعدوا بدافن ممكن في أوائل 2012 ما كانش حد يعرف حاجة عنهم اتضح أنهم بعض الهاربين من السجون يعني يعني بعد ما تم كان هناك 49 جسة أيضا في المشرحة في 2014 إضافة أيضا إلى صدور الحكم براءة الرئيس أسبق حسن مبارك محاكمات لقيادات في جماعة الإخوان المسلمين البعض يقول أن هناك يعني هدوء في محاكمة مبارك ورموز نظام حكمه وهناك تعسف قضاء في مواجهة أنصار الإخوان المسلمين وقالاتهم برأيك وأنت تتابع هذا الشأن هل هذا صحيح؟ عندما أتحدث عن القضاء المصري وعن القضاء لا أستطيع أبدا أن أقول أو أدعي أن هناك تعسف لكن لازم نتكلم بألفاظ محددة لأن القضاء المصري والقضاء في أي مجتمع يرغب في إقامة دولة العدل ودولة القانون الحفاظ على استقلالي وهيباتي ونزاهاتي أمر من مرتكزات قيام دولة القانون لكن عايزك تفكر معايا بصوت عالي ونستعيد المشاهد في محاكمة مبارك حتى من 2011 نشوف دفاع مبارك والمتهمين حال وجودهم في الأفص والدفاع والمدعين بالحق المدني أو محامي الشهداء كان كما يسموا يعني المحكمة كانت محكمة بيتوافر فيها الأجواء المحاكمة العدلة والمنصفة نيجي النهاردة نلاقي بعض المتهمين في بعض القضايا من المنتمين لجماعة الإخوان حريصين على إفساد جو هذه المحاكمة بترديد أنشيد بالاعتراض على المحكمة بداعي وبغير داعي يدي ظهروا المحكمة التعامل مع القضاء وإهانة القضاء وإحنا شفنا فيه تقريبا كل المتهمين بالستثناء مرسي خدوا ثلاث سنين بتهمت إهانة القضاء لسه في جلسة من فترة بسيطة وقبلها حزم أبو سمعين فكرة التعامل مع القضاء هنا ده اللي بيحدد إذا كان فعلا فيه رغبة حقيقيا من الدفاع أن يقوم بواجبه في إثبات براءتي أو عدم تمكن النيابة العامة من إثبات إدانته وبين حد عايز يفسد المحاكمة بشكل عام ويتعمد دفع المحاكمة لأن تظهر بهذا المظهر السيء اللي هم بيقولوا عليه فكرة أن الأفص الزجاجي ما هو ما كانش موجود يوم مبارك لكن لم نرى لا مبارك وأنت تعلم جيدا طبعا أننا عمري ما كنت من أنصارهم بالعكس هنا معارضين طول عمرنا لكن لم نرى منهم أبدا تدخل ولا الصياح ولا الجهر ولا رفض المحاكمة ولا ده لكن فيه تعامل مع المحكمة بعتبرها محكمة قانون فعلا وتركوا الأمر للمحامين حتى وصل الأمر إلى القاضي عندما طلبوا منه أن يتحدثوا قبل بذلك في ظروف كي يتواضح موضوعية أيضا أنصر أنه ليس هناك تعصف موجهة خيالات الإخوان في المحاكمة أنا بقولك مثلا حبارة وهو معترف بارتكاب مصباحة رفحة تانية لم يحكم عليه إلا من حوالي 20 يوم أو من شهر ده معناها أنه سمح له بالكامل بتحقيق كل طلبات الدفاع بالمرافعات زي ما هم عايزين باستدعاء كل الأدلة كل الأدلة الفنية ومواجهتها في الحكم بوراءة مبارك ووزير داخلياته ونجليه وكبار قيادات الشرطة كثيرون اعتبروا هذا الحكم بمثابة تعبيد التربة الوطنية مرة أخرى لعالة إنتاج نظام مبارك رأيك؟ أنا أختلف جدا مع هذا وأقول أن في قاعدة قانونية وحقوقية في مصر وفي العالم وقد اتفق العالم جميعا عليها وهي أنني أستطيع أن أبرق مئة متهم خير مقنودين بريء واحد وهي تلك ما تعرف في ضمانات المحاكمة العدلة زي ما قلت لك بالزبط أن المحكمة لم تستطيع أن تدين مبارك لأسباب موضوعية في العضية نفسها لكن التاريخ والسياسيين يتعاملوا على الأمر بشكل مختلف تماما المبارك فعلا متهم بالتهمات كثيرة جدا لكن لم تتقدم لم يعني مثلا القضية بتاعة القاضية القاملة البلاغة اللي متقدم متقدم بعدها في شعرين يعني أخطاء الإجرائية قالت ربما إلى عدم تمكن محكمة من إدانة مبارك ونجديه وعلى آخر رومنا مبارك في عز سطوته في 2005 وفي سنة 2000 لم يستطيع بحزب موطن بدولته أن يحصل أكثر من 32% صلاح سليمان شكرا لك على هذا الإقامة السكنيزة العربية وهذه نهاية النافذة وستكوننا معنا ستكوننا على موعد مع جولتنا الرئيسية في تعطيتنا لأحداث عام 2014 في مصر والتي ستبحثوا في ملاف مصر والإخوان والإرهاب فقراتنا تأتيكم في الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبي الثامنة مساء بتوقيت جيرانج اشتركوا في القناة ثم fresh